نعرف ببعض نشاطات فرع المركز الخيري بالرياض لعل من أول النشاطات المدارس القرآنية الرجالية مخرجنا أبو أحمد لو تعرض بس الشرائح طبعا هي سبع مدارس قرآنية رجالية عدد الطلاب المشاركين فيها 1164 طالب عدد المعلمين 67 طالب نسبة السعودة في هذه المدارس 62% طبعا نسبة السعودة الآن توجه جميع سعودة المشاريع القرآنية نسبة السعودة في المشروع 62% بداية من هذا العام كذلك أبو غرسة في الآن نتحدث فقط عن فرع واحد فرع الرياض نعم فرع الرياض والله فيه 6 فروع المركز الخيري منتشرة في أنحاء المملكة عندنا من البرامج كذلك في فرع الرياض الدور النسائية طبعا عدد الدور في الرياضة التابعة للمركز الخيري 80 دار 80 دار ما شاء الله تبارك الله وعدد الدارسات في هذه الدور 13 027 دارسة وعدد المعلمات 723 معلمة ونسبة السعودة 82% ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أيضا هناك المجمعات القرآنية للبنين وعدد المجمعات طبعا معلومة المجمع يسمى مجمع إذا تجاوز عدد الطلاب 100 طالب عدد المجمعات 33 مجمع وعدد الطلاب الدارسين في هذه المجمعات 2577 دارس عدد المعلمين 214 معلم نسبة السعودة 37% يأتي بعد ذلك أيضا برنامج رياض الأطفال ونور البيان وعدد الرياض في الرياض 19 روضة عدد الرياض في الرياض عدد الرياض في الرياض عدد الرياض في الرياض 19 روضة وعدد المعلمات 95 معلمة وعدد الأطفال 1483 طفل في هذه الرياضات نسبة السعودة في هذه الرياضات 71% أيضا لعل من سادس البرامج المدارس الشرعية والإصلاحية بالإصلاحيات والسجون عدد السجون ثلاثة سجون الطلاب المتحقين بهذه البرامج 670 طالب عدد المعلمين 6 معلمين عدد دورات 12 دورة نسبة السعودة فيها 100% أيضا يوجد من البرامج التابعة على مركز الخيري في الرياض دورة الوقار لإتقان القرآن الكريم بالمسجد النبوي في المدينة المنورة عدد المشرفين 7 عدد الطلاب 63 طالب عدد الأوجه المنجزة في هذه الدورة 25549 وجه من القرآن الكريم نسبة السعودة 100% أيضا أكاديمية التبيان النسائية للتدريب والتطوير عدد الدورات المقامة فيها 96 دورة عدد المستفيدات 1378 دارسة ما شاء الله تبارك الله المسابقات الحفظ للرجال هناك برنامج المصباح عرفنا فيه في أول يوم عدد المسابقات يوجد مسابقة واحدة وعدد المشاركين في هذه المسابقة 1061 وحاليا يوجد كذلك مسابقة في تويتر ما شاء الله تبارك الله مشاعر للدنيا ما شاء الله تبارك الله أيضا طريق الخير أو مسابقات الحفظ للنساء أيضا 20 مسابقة أو مسابقة واحدة فقط وعدد المشاركين فيها 1315 متسابقة أيضا طريق الخير طبعا هذا البرنامج عن طريق الهاتف وهو أيضا برنامج قرآني للتحفيظ عدد طالبات فيه 1153 طالبة وعدد المعلمات 73 معلمة وأخيرا في البرامج المقامة كذلك التطوير والتدريب وعدد الملتقيات المقامة وورش العمل كذلك 12 ملتقاء أو ورشة وعدد الساعات التدريبية 684 ساعة وعدد المستفيدين 3074 مستفيد والله يبغل سماشا الله تبارك الله يعني برامج غزيرة يعني إن صح المسمى برامج غزيرة برامج خرافية أيضا في فرع واحد فقط هذا في فرع الرياض نتكلم عن فرع الرياض وبإذن الله في الأيام القادمة إن شاء الله نتكلم عن بقية الفروع ترجمة نانسي قنقر